دشنت صباح اليوم وزيرة الصحة العامة سيداً قربتنا كرميل سكاد صيدلية بالمستشفى المركزي كان ذلك بحضور السفيرة التركية لدى البلاد تقرير منا حسن سكايا في إطار التعاون المشترك بين جمهورية تركيا والبلاد في شتى المجالات على ضع ذلك قامت الوقالة التركية تيكا ببناء صيدلية داخل المستشفى المركزي في كلمته الافتتاهية بهذه المناسبة المدير العام لمستشفى المركزي البروفيسير شوا أوشيمي قدم شكره للوقالة التركية تيكا على تعاونها الدائم ووقوفها المستمر إلى جانب البلاد وقال إن هذه المبنى جاء بنائه بعد الحريقة الذي شبه به قرابة أربع ثانوات في صيدلية مستشفى المركزي أقبى ذلك أشار نائب رئيس الوقالة التركية تيكا في هديثه معكداً أن العلاقات الشادية التركية عرفت منذ زمن طويلة وهي علاقة أظلية ومتينة وأضاف في الوقت نفسه أن دولة تركيا قامت بتحقيق الإنجازات في عدة مشاريع ووقعت على العديد من الاتفاقيات مع الحكومة الشادية كلها تدخل في التنمية المستدامة وزيرة صحة العامة من جانبها تحدثت عن أهمية المبنى وطلبت على ضرورة توفير الأدوية والمعدات لكي تسخر في قدمة المواطنين كان ماشي بس كانت تدبيع دواده ما أديل وتعرفوا قرصنا بيترول اللي جيناده رئيس دا سافي وبيتو رئيس دا سافي دواده ومالا تديم يمشو بطن في شاريبه دواده ألا لوك بطن كيبت في شاريبه ما تمشو في البطن دواده سامي فيه البناده جينيريك هذا وفي نهاية المناسبة توجهت الوزيرة وممثلي الوقالة التركية إلى المبنى الجديد بقص الشريط إيزانا ببدع عملي وننوه بأن تكلف الإجمالية للصيدلية أكثر من 2 مليون دولار بهدف انتعاش الاقتصاد في دول إفريقيا المركزية جاهز الاجتماع الذي ضم وزير السروة الحيوانية وأمين الدولة بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي ونائب الأمين التنفيذي للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية تقرير الحسين النوري ضمن الأنشطة المدرجة بجدول أعمال نائب الأمين التنفيذي للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية خلال تواجدها بالبلاد السيدة شانتال ماري تيريسا التقت زهر اليوم أمين الدولة بوزارة التخطيط والاختصاد سينابي برنباسا وقد تباحث الجانبان حول سبل تعزيز التنمية الريفية وجلب المستثمرين والممويلين من عجل الاستثمار بدول إفريقيا المركزية سيما في شات كما أكد الوفد خلال زيارته بأن هذه الاستراتيجية التي يقوم بها ستعطي دفعة قوية للتنمية الريفية بدول إفريقيا المركزية البرنامج ليس مرود لشات لشات تقريبا 15 يوم في الباري أ beneficiاف Six points لكن يجب لك فتح السلح لأن منقفوا الإنما والمويل يجب أنعش هناك المساعدة في أسدار البنة وBlackossa أو lineup المنطيسة لتو بن அديم بإمج inaccur Посدارات تقريبا الإممجية مثلت في الإبناء من البنك كما التقت نائب الأمين التنفيذي للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية شانتال ماري تيريس بوزير السروة الحيوانية البروفيسير محمد النظيف يوسف وتباحث معها هو الآخر كيفية تطوير القطاع الحيواني والري بدول إفريقيا المركزية مؤكدا بأن الشات تتمتأ بسروة حيوانية لذا أعهدهم بأن الوزارة تعملوا بجانبهم من عجل تطوير السروة الحيوانية والري بدول إفريقيا المركزية مؤكدا بأن الحكومة وقعت اتفاقية لبناء مركز إقليمي لصحة الحيوانة ومما لا شك فيه إن مثل هذه اللقاءات ستساعد الجهود الرامية إلى إن أشى الاقتصاد بدول إفريقيا المركزية أطلق صباح اليوم أمين الدولة بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي أعمال الاجتماع الخاص بمجموعة دول الساحل الخمسة لدراسة ومناقشة الأوضاع التي تشهدها دول المجموعة تقرير أبدالله هارون برمه الأمن الغذائي والهجرة الغير شرعية وتهريب الأسلحة ومكافهة الإرهاب فضلا عن الجرائم المنظمة كان هو المقصد الأساسي للانتلاق الرسمي لفعاليات عمال الاجتماع الخاص بدول مجموعة الأعضاء في الساحل وعليه فقد أكد منسق اللجنة الوطنية جنديك إنوكا الذي بيّن على أن أهمية الجلسة المتؤلقة بالأزمة المالية والتحديات الراهنة التي تواجه دول الأعضاء مشددا على ضرورة بزل الجهود في إطار توفير الأمن في المواقع الهدودية مقدما شكريا للشركاء الفنيين والماليين على دعمهم المتواصل لتحريك وتفعيل العمل أثناء كلمته منذوب دولة النيجر الذي استردأ للأهداف الحامة لإنشاء هذه المجموع مشيرا إلى التعاون الأمني القائم بين النيجر وشاد في مجال مكافحة الإرهاب على الشريط الهدودي ممثل مجموعة دول الساحلة الخمسة كوجيم كودي قال إن حظوظ النجاح لتجمع دول الساحلة الخمسة هو أكبر دليل على التوافق في رسم الخطوط وتحديد رعيتها والعمل معا في إطار مكافحة الإرهاب بالمرتكزات الأساسية المتبع شكرا جميع الشركات الذين ساهموا بشكل فعال في تنفيذ المشاريع الإنمائية للمجموعة أمين الدولة بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي سنجابي برنباز قال إن الحكومة لا خيار لها سوى تحمل التبعات والعمل على توجيه بعض المشروعات والموارد الحمة وتسقيرها لصالح العمن وكذا الجهات الأخرى مثل سوء التنمية وأيضا توجيه التنمية المحلية في المواقع الهدودية وتخطيطها لأجل الاستثمار فيها خاصة في المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني والإقليمي للتنمية نبقى بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي حيث ترأس صباح اليوم الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي افتتاح عمال الورشة التدريبية للمشاركين في برنامج الأمم المتحدة بهدف التباحثي لوضع استراتيجية للتنمية المستدامة في البلاد تقرير الزميل عيشة أحمد دوكي إن تطوير القطاعات الحية والتنموية والعمل للنهض بها هي كانت الدافع الرئيسي لأعمال هذه الورشة التدريبية التي نظمت لصالح مختلف الوزارات والقطاعات العامة في البلاد وذلك من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية وشراكاء التنمية في تات بغرض النقاش وتبادل الآراء والأفكار حول تحسين استراتيجية برنامج الأمم المتحدة والبحث عن منظومة الحياكل الأممية التي تناسب البلاد حسب الخطة التنموية المعدة من هنا وحتى عام 2021 المنصق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بيتات ستيفن تول قال بأن للجميع توحيد وتدافر الجهود لأجل وضع استراتيجية تعتمد عليها الدول في المجالات التنموية والخدمية فيهين تحدث العمين العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي النور جوكوني عن نور بأن حكومة البلاد وضعت دمن خطتها التنموية لعام 2017 وحتى عام 2021 الذي قدم مؤخرا في أعمال الطاول المستديرة الذي أقد بباريس حول التنمية الأساسية وحماية وإدارة الأزمات وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الأمن والسلام ويعمل المشاركون خلال ثلاثة أيام في أعمال هذه الورشة إلى تقديم النتائج التي يتم الحصول عليها من قبل الجمعية إلى الجلسة العامة لاعتمادها بشكل رسمي